مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سوياً لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم أيام الأحد والاثنين والثلاثة درجات الحرارة أقل من معدل أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل وتميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعة الصباح الباكرة واعتباراً يوم الأربعاء سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية أيام الأسبوع مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة أقل من المعدل وأيضاً الأجواء بشكل عام ما بين معتدلة إلى لطيفة أثناء مهار لطيفة ليلاً تميل إلى البرودي بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر المنطقة الشمالية 28 العظمى والصورة 18 المنطقة الوسطى 24-15 بين 24 إلى 26 العظمى والصورة 15 المنطقة الجنوبية 23-13 والأغوار والبحر الميت 36-37 العظمى والصورة بحدود 23 درجة مئوية العقبة أيضاً أجواء حارة نسبياً حارة 38 إلى 24 والبادية الجنوبية الشرقية 27-17 والبادية الشرقية أجواء حارة نسبياً 34 إلى 18 درجة مئوية يوم الاثنين صباح يوم الأحد وصباح يوم الاثنين تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشمالية تمتد أحياناً بعض السحب إلى المنطقة الوسطى إذن الأجواء غائمة جزئياً في المناطق الشمالية هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة أو رداد لفترة محدودة في بعض المناطق الشمالية والحرارة العظمى المتوقعة في الشمال 28 والصغرة 19 المنطقة الوسطى ما بين 24 إلى 26 العظمى والصغرة 15 المرتفعات الجنوبية 23-13 والأغوار البحر الميت 36 إلى 22 درجة مئوية أجواء حارة نسبياً والعقبة حارة نسبياً 37 إلى 23 والمنطقة الجنوبية الشرقية 28 إلى 17 والبادية الشرقية 34 إلى 18 درجة مئوية يوم الثلاثة أجواء ربيعية معتدلة إلى لطيفة نهاراً لطيفة إلى باردة نسبياً ليلاً العظمى في المناطق الشمالية 29-19 المرتفعات الوسطى 25-16 و25 إلى 17 تكون العظمى تتراوح في عمان حسب عمان الغربية وعمان الشرقية والمرتفعات الجنوبية 23-13 الأغوار والبحر الميت 37 إلى 24 أجواء حارة نسبياً والمنطقة الجنوبية الشرقية 29 إلى 18 والمنطقة الشرقية 34 إلى 20 درجة مئوية يوم الأربعاء يصادف الإنقلاب الصيفي أي بداية فصل الصيف فلكياً وهنا تشرق الشانس من الشمال الشرقي وتغرب من الشمال الغربي وبذلك يكون أطول نهار وأقصر ليل في يوم 21-6 يوم الأربعاء بداية الإنقلاب الصيفي بداية حدوث الإنقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف إن شاء الله فلكياً يوم الأربعاء 21-6 وبالتالي يترى ارتفاع قليل على درجات الحرارة تكون الأجواء الصيفية عادية في معظم مناطق المملكة درجات الحرارة قريبة من معدلاتها المنطقة الشمالية 32-19 المنطقة الوسطى ما بين 27-29 العظمة والصغرى 18 والمنطقة الجنوبية 25-16 والأغوار البحر الميت حوالي ما بين 37 إلى 38 والصغرى حوالي 25 وخليج العقبة أجواء حارة 38 إلى 26 البادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 20 والبادية الشرقية أجواء حارة نسبياً 35 إلى 22 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة بتكون الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبياً تقريباً المنطقة الشمالية 34-20 المنطقة الوسطى 29-30 حوالي المعدل بتكون أجواء صيفية عادية والصغرى 19 المنطقة الجنوبية 26-17 والأغوار والبحر الميت وخليج العقبة 39 إلى 26 أجواء حارة المنطقة الجنوبية الشرقية 31-23 والمنطقة الشرقية أجواء حارة 37 إلى 23 درجة مئوية تستمر الأجواء حارة نسبياً يوم الجمعة بتكون درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين وبالتالي بتكون الأجواء حارة نسبياً المنطقة الشمالية 34-20 المنطقة الوسطى بين 30 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 19 المنطقة الجنوبية 27-18 والأغوار والبحر الميت 38-39 العظمى والصغرى 27 درجة مئوية وأيضاً قليج العقبة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 40 إلى 27 والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبياً 33 إلى 22 والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 25 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري شكراً للمتابعة في المناصير للمناصير للمتابعة في الأردن